الحديث السادس عشر عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبي عن نبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم راوه التلمذي وهو حديث صحيح نظر الله امرأة النظرة الرونق حسن المنظر البهجة نظر الله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر وجه من يبلغ حديثة للناس وأن يجعل في قلبه البهجة والسرور النظرة والحبور لأن الله رزقه علماً فاستعمله في نفع الخلق الرونق نظر دليل الرخاء ورفيف النعمة نظر الله قيل وجهه في الناس يعني جعله وجيهاً قيل حسن حاله جمل وجهه نظره نعمه ليه سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها إذن هذا إنسان سمع الحديثة ففاهما معناه فوعاها ثانياً حفظها ثالثاً بلغها هذا الدعاء لإنسان قام بالثلاثة يحفظون السنن سنن النبي عليه الصلاة والسلام بوعي وفهم ويقضى ثم يبلغونها بأمانة وهذا الحديث أحد الأسباب التي اعتمد عليها الإمام النووي رحمه الله في جمع أربعينه الأربعين نووية من قام بهذه المراتب الثلاثة رزقه الله جمال الظاهر والباطن لأن النظرة البهجة والحسن على الوجه وبالتأكيد تتضمن في الداخل في القلب فرح القلب سرور القلب لذة القلب ابتهاج الباطن فجمع الله له بين البهجة والسرور والنظرة وقال الله عن نعيم أهل الجنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في الوجه وسرور في القلب النعيم وطيب القلب يظهر على الوجه نظارة قال تعالى عن أهل الجنة ها وجون يومئذ النظرة وقال هذه ما قلناها الآن ولقاهم نظرة سرورا لبقى شي ما قلنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم طيب هذا الدعاء نظر الله لمن حافظ على سنته وفهم سنته وحفظ سنته وبلغ سنته سعى في نشر السنة بين الناس هذا من تجديد الدين مجازاتا له كما جدد الدين ونشر السنة في العالمين أن يجدد الله في وجهه هذه النظرة ويعيد الرونق إلى وجهه والحسن قال سفيان بن عيين رحمه الله لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بيان فضل العلم ونشر السنة وشرح الأحاديث تبليغ الأحاديث حفظ الأحاديث العمل بالأحاديث قال ابن القيم ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغ مفتاح ذار السعادة قوله فرب حامل فقه ليس بي فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ينقل الدليل شخص إلى شخص يفهم منه أكثر من الناقل وهذا من فوائد التبليغ أن يستفيد المبلغ وقد يكون له فهم ووعي وفقه أكثر من المبلغ فتحصل الفوائد العظيمة تحصل استنباطات تستفيد الأمة من اجتهادات المأسف